مرحباً جميعاً في القرآن العلمية ونبدأ مع القرآن 1 وعلى أساسها نحل العديد من التمارين لنقوي listening skill ثم ننتقل إلى reading skill ولدينا قطعة وعليها أسئلة رح تتناول معلومات عن شخصية مهمة في الحياة العملية ولدينا جزئين من language focus number one language focus number two وهو الجزء القواعدي أو الكرامر بي اليونت اللي رح نبلش من الأساسيات وهي verbs to be اللي هي is, are, am كيفية استخدامهم كيفية نفيهم وكيفية عمل سؤال من خلالهم أيضاً الجزء الثاني من language focus اللي رح نركز عليه هو استخدام ال-a وال-an مع الوظائف طبعاً أكيد نستخدمه مع أي اسم لكن احنا رح نركز على الوظائف وثم استخدام ال-wh questions وهي الكلمات اللي تبلش بحرفين ال-wh لصياغة السؤال مثل what, where, when ثم ال-skill أو المهارات اللي رح نتعلمها بهذا اليونت هي قسمين الأول كيف تعرف نفسك للآخرين وإذا كنت بصحبة شخص شون رح تعرف هذا الشخص للأشخاص الآخرين أو تقدمه أو تذكر معلومات عنه بعدها لدينا case study اللي هو احنا نكون ب-situation معين وشنو اللي رح نتعامل بهذا ال-situation فاحنا اللي عدنا ال-case study لهذا اليونت هي job fair in Singapore عدنا معرض للوظائف في سنغافورة خلينا نبلش شوية أول تمرين اللي هو يعتبر نوعا ما إحماء بسيط complete the sentences below with the word from the box طيب هاي هنا أنا عندي أربع sentences أربع جمل فيها فراغات فيها كلمة واحدة نقص طبعا هنا أنا عندي بال-box ست كلمات اللي رح نسوي شنو اللي احنا رح نسمع لريكورد لكل جملة هناك ريكورد طبعا أول ريكورد رح يكون تعريفي بعدين يلا يبلش الشخص يحتي فرح نسمع لكل جملة ريكورد لحتى نعرف شنو بالضبط نخلي بالفراغ فأنت ممكن توقف الفيديو وتحاول قبل ما نخلي قبل ما تسمع الريكوردات اقرأ الجملة وانت توقع شنو الكلمة الصحيحة اللي ممكن تخليها نقدر نعتبر هذا التمرين إحماء بسيط للمعلومات أو نسوي إعادة ريكولين للمعلومات اللي انت سابقا أخذتها في اللغة الإنجليزية سوف نبدأ مع الأول ريكورد I'm Emma, Emma Schneider from Habermus in Hamburg Oh, Emma, nice to meet you at last I've heard so much about you Let me help you with your bag إذن إحنا نكالات أم أم, Emma Schneider So the correct answer is أم Let's listen to the second record or second track Number two Unit one, introductions, track two موسيقى إذن الكلمة الصحيحة هي لي نسمع الريكورد الثالث موسيقى إذن الكلمة الصحيحة هي إذن الكلمة الصحيحة هي موسيقى إذن الجملة الرابعة هي قالت إذن الكلمة الصحيحة هي التمرين اللي بعده الإحمائي أيضا هو هنا نعتنا عبارة عن أربعة بيزنس كورت لنفس الأشخاص اللي سمعناهم بس شنو اللي رح نسوي بهذا التمرين هو رح نرجع نسمع الريكوردات فأول ريكورد نسمعه لازم نخلي مثلا إذا كان هذا الشخص اللي كان دا يتكلم نضع رقم واحد هنا وإذا كان هذا الشخص مثلا ثالث تراك أو ثالث ريكورد رح نسمعه نخلي رقم ثلاثة هنا هنا فممكن أنت توقف الفيديو وتقرأ البزنس كاردس اللي موجودين الأربع بزنس كاردس اللي هنا شوف كيفية صيغتهم شو المعلومات اللي مذكورة بيهم وبعدين نتكمل الفيديو تسمع للريكوردات فرح نرجع نسمع أول ريكورد نوعس بها هي نفس الريكوردات لكن بتمرين مختلف فخليني نسمع أول ريكورد ترجمة لتعرف مكمل أول شخص هو تشاند يحتي هي أما شناير أول بزنس كارد معنا لي أما طيب نسمع للريكويد الثاني أيضا إذن الريكورد الثاني هو كان لشي جاو بو لذلك نضع هنا رقم ثنيا الريكورد الثالث المترجم للمترجم الثالث برأيكم شنو الريكورد الثالث A or C أكيم أكيم هنا لدينا هو البيزنس كارد A طيب نسمع لريكورد الأخير أكيد هو مبين الجواب بس خلي نسمع شنو المعلومات اللي قالتها نورية يونيت 1 إطلاقشن تراجع 4 جيدا هل أنت يا ديفيسون نعم نعم كيف تفعلين؟ أنا نورية سوزة من RTA سيهوروس مرحبا أن أجدك نورية هل لديك رحلة جيدة؟ أعتقد أنك تحتاج إلى المرأة دعني أرى لك شكرا إذن الريكورد الرابع هو لنورية سوزة تمام انتهينا من التمرين الثالي طيب هذا التمرين هو عبارة أيضا عن إحما مرة أخرى في حال كنت نسيت بعض الأحرف الإنجليزية فأمامك مجموعة من الأحرف الإنجليزية رح نسمعهم ونسمع لفظهم Unit 1 Introductions Track 5 A H J K B C D E G P T V F F L M M N S X X Z I Y O Q U W R S هس اللي أتمنى منعودكم أنه يكون جانبكم ورق وقلم لأنه رح نسمع لسبلن بعض الكلمات وأتمنى أنه تكتبوها مع أنتو دا تسمعون الريكوين تكتبوها أيضا أحماء مرة أخرى للاحرف الإنجليزية وممكن إذا إنت سماعة اسم شخص مثلا وشوية غريب عليك فممكن ان كلها ممكن تنطين الاسمك حتى اكتب على المضبوط يمي فتتعود اذنك على انه تسمع فورقة وقلم ممكن توقف الفيديو لحتى نسمع الريكورد رح نبلش بأول ريكورد سنجدر's first name is Emma that's E-double-M-A سنجدر باو is visiting Peyton Electronics Peyton is spelt P-A-Y T-O-N three he's Akim and his surname's Anikov I'll spell it for you A-N-Y-U-K-O-V four Nuria Sousa is talking to Mrs. Davison that's D-A-V-I-E-S-O-N Nuria's email address is S-O-S-A at R-T-A-S dot com dot A-R وهذا هو الإملاء الصحيح لكل الكلمات اللي سمعناها ممكن ترجع تسمع الريكوردات مرة ثانية لحتى تتأكد من الاسبالينج طيب هسا راح نبلش نتعلم ال-Vocabularies بالنسبة للمفردات في هذا اليونت اللي راح نتعلمها طبعا هو هواية مفردات راح نتعلمها لكن اللي راح نركز عليها هو ال-Nationalities القوميات عندي هاي الدول اوكي هنانا هذا السرة ما للدول وهنانا شون نسويها قومية يعني عندنا مجموعة دول ممكن نضيف لها an مثل برازيل برازيليان جيرماني جيرمان انديا انديان مكسيكو مكسيكو ايتالي ايتاليان لما راح نقول he is from ايتالي he is italian she is from russia she is russian korea korean unit 1 introductions track 7 brazil brazilian germany german india india indian mexican 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 italy italian russia russian korea korean japan japanese chino chinese ch обязательно quain kuwait kuwaiti omang omani poland polish spain Spanish Sweden Swedish Turkey Turkish France French Greece Greek The UK British The USA American Washington Houston Washington Ham طيب هنانا عدنا براندات عالمية كل براند واحد من البراكتس اللي راح نسويها كل براند شنو الدولة مالتها مثلا ساني جابانيز شانيل فرانش ايكيا او مثل ما البريطانيين اللي لفظوها ايكيا اتس سويدش زارة سبانيش باردا اتاليان جازا برام راشيان تاتا بروب انديان تالسل اتس ماكسيكا مشلى حسب ما الفرنسيين اللي لفظوها فرانج مرسيريس جرمن بتروبراز بتروبراز برازيليان مكدونالدس امريكا سامسونج كوريا طيب الان ننتقل الى راح نسمع ريكويد لشخص his name is جيرمي كيلي is a consultant مستشار listen to him introducing himself خلي نسمع الريكويد وهو ديقدم نفسه طبعا المحا الانتربيو راح تكون على جزء اول جزء وهو راح يقدم نفسه and decide whether these statements هذه الجمل اللي موجودة عني 6 جمل are true with t or false with f and then if it's false correct the false ونصحح الجمل الخاطئ اكيد ممكن تكون يمك ورقة وقلم تسمع الريكويد اتمنى من ادكم انه تقرؤون الجمل توقف الفيديو تقرأ الجمل الستة بعدين تشغل الفيديو وتسمع الريكويد تبهى الحالة اطلعت على الافكار اللي موجودة اول جمل اللي عندي وبعدين نسمع الريكويد ولما نسمع الريكويد راح نقر اذا الجمل الاولى صح ام خطأ خلينا مع بعض نسمع الريكويد UNIT 1 INTRODUCTIONS TRACK 8 CAN YOU INTRODUCE YOURSELF MY NAME IS JEREMY KEALEY I LIVE IN A SMALL CITY IN ENGLAND NEAR LONDON CALLED ST. AUBAN'S I HAVE THREE TEENAGE CHILDREN AND I RUN MY OWN SMALL BUSINESS WHICH WORKS FOR ORGANIZATIONS ACROSS THE UK AND IN EUROP where I help leaders to make decisions together and to improve the quality of their leadership. Do you always shake hands when you meet someone? I like to shake hands. I like people to feel welcome, to feel important, to feel valued. So, yes. إذن الجملة الأولى He lives in London. Is that true or false? That's false because he lives in a small city near London. Number two He has three very young children. أطفال صغار جدا. أيضاً false He has three teenagers. ثلاثة تينيجرس وليس أطفال. مراهقين تختلف عن الأطفال بعمر صغير جدا. Number three He runs his own business. That's true. Number four His business works for organizations across the USA and Asia. Is that true or false? That is false. His business works for organizations across the UK and Europe. Number five He helps leaders become better leaders. Yes, that's true. And number six He always shakes hands when he meets people. Yes, that's true. طيب الآن رح نسمع لي الجزء الثاني من الانترويو. Listen to the second part. Complete what Jeremy says about meeting new business contacts and exchanging business cards. هنا أتمنى أنه توقفون الفيديو. تحاولون تحلون هذا التمرين بالكلمات بسيطة جدا. شوف إذا رح تقدرون أنتو تتخيلون شنو لازم نخلي بالفراغ. Hello Dash are you شو لازم أخلي هنا هنا؟ Do you come from Do you do Okay, بها الطريقة هالا حاولوا تحلون التمرين قبل ما أخلي الريكورد. توقفون الفيديو وتحلوا. هزا رح أخلي الريكورد. وخلال مدى نسمع الريكورد. أتمنى أيضا أن تشيكون الأجوبة. ما لاتكم تسوي تشك على الأجوبة اللي حطيناها. Unit 1 Introductions Track 9 What do you say when you meet a new business contact? I usually say hello. How are you? Where do you come from? What do you do? I usually find out what's important to them. Why they're there. I usually wait until they've asked me a question before I talk too much about myself. When do you exchange business cards? I usually wait until the person I'm meeting offers me a business card before I offer them mine. So we'll exchange them at that point. تمام. بعد ما سمعنا لريكورد. هزا صار الوقت إنه انطلع الأجوبة المضبوطة. Hello. How are you? Where do you come from? What do you do? I usually find out what's important to them. Why they are there. Okay. Number 6 I usually wait until the person I'm meeting offers me a business card before I offer them mine. So we'll exchange them at that point. هذي هي الأجوبة الصحيحة. ممكن نعيد هذا الكاميرين مرة أخرى إذا ما ضبط من أول مرة نعيد الفيديو نسمع للريكورد ونحاول نحلها بالطريقة الصحيحة. بهالطريقة احنا نقوي عدنا لليسنينج سكو. الآن رح نسمع. العفو. مو بس رح نسمع رح نشوف. الانترويو كاملة اللي كانت على جزئين ولي كنا نشوفها. ممكن الآن بعد ما نشوف رح نستوعب أكثر المعلومات اللي بيها. سيطرين. سيطرين. أنا مو بس أجرمي كيلي. أنا مو بس أجرمي كيلي. أنا أشف في قبل دولة اغلال لندن قد ستة أبنس. أم ثلاثة أصغرقين. وأيضر میو بيها مو بيها مواصل حوالي شخص. أعمل مواصل مواصلين عشرة أخرى وردكسي تنوي. أساعدك بيها او مواصلات صحيحة التجاهة. أحضر أقضر الإجراء العملية. أحب أن تشاركوا في متأكام شخص احب متأكام شخص أحب أن يقبق گذنها أحب أن يشاركوا وودعا و تشاركوا وحب الشخص كما أقول اللي هو يتعلم كي يتعلم الى صباح شخص ما يقولون مكتب وانك نحن يتعلم كثيرا أعتقد أن تعالي I usually wait until they've asked me a question before I talk too much about myself. When do you exchange business cards? I usually wait until the person I'm meeting offers me a business card before I offer them mine. So we'll exchange them at that point. الآن ننتقل إلى الجزء الآخر وهو الreading. Here we have this reading part. اللي أتمنى أن نتوقف الفيديو تحاول تقرأ المعلومات اللي موجودة بعض الكلمات اللي غريبة لحتى ناخذ فكرة كاملة عن المعلومات اللي موجودة في هذا البيج. بعد ذلك بعد ما نكمل قراءتها ممكن تحتاج تقراها مرة أو مرتين. okay later we have here two types of questions number one you have here this schedule هذا الجدول نعبي بالمعلومات like the age of her she's 15 what is her job what is her nationality القومية مالتها family like her family consists of what تتكون من منو ومنو الأفراد العائلة الاهتمامات خارج العمل أيضا يتم كتابتها هنا. then you can go back ممكن أنه تعود مرة أخرى إلى الparagraph الparagraph تعود بالفيديو إلى الخلف لمقارنة الأجوبة الجزء الثاني هو decide whether these statements are true or false لدينا ثمن جمل هنا فيمكنك أن تقرر إذا كانت الجمل صحيحة أم غلط then correct the false one ثم صحح الجمل الخاطئة just like the first example Burberry is an American company no that's false it's a British company أيضا number two three four up to number eight you can read them match them with the information that I have in the paragraph okay you can post the video توقف الفيديو واتحل هذا التمرين بالنسبة للreading comprehension الآن سأعرض الأجوبة لهذه التمرينين هذه هي الأجوبة للتمارين كلاهما فأتمنى أنه بعد محلتها تقارن الأجوبة مع الأجوبة النموذجية الموجودة في هذه الصفحة لننتقل إلى تمرين آخر okay now we're coming to language focus إلى الجزء القواعدي أو الجرامر من هذا اليونت نبدأ مع القواعد البسيطة اللي هي I subject pronoun subject شنو تأخذ بعدها أفعال مساعدة verbs to be I تأخذ معها am والشورت فورم of it is am I am am you are you're we are we're we're Spanish they are they are Spanish he is he's Spanish she is she's Spanish it is it's Spanish يتم نفي أي معلومة فهي فقط نضع not مع الverb to be I am not I'm not you are rent we are rent they aren't Italian he is not Italian she isn't Italian it is not Italian إذن ببساطة نضع الشورت فورم I'm I'm student she's from Poland they are at work للنفي I'm not American it's not here نستطيع أن نقول it is not it's not it isn't she isn't Chinese they aren't lawyers or they are not lawyers أما للسؤال كيفية صياغة السؤال وهذا الجزء وفقط we put the form of the verb to be at the beginning verb to be I'm is آن نضعه في بداية الجملة ثم نضع question mark علامة الاستفهام في الأخير Am I early? Is he a manager? Is it here? Are you Spanish? We don't use the short form of the verb in answers لما نجاوب على السؤال احنا ما نخلي short form يعني Are you a consultant? Yes I am لا نستطيع القول Yes I am Yes I am Is she married? Yes she is وليس Yes she is Are they okay? Yes they are Not Yes they are Okay إذن short form فقط في الجملة وليس في جواب السؤال Now هنان رح يكون عدنا listening also Here we have this good girl Complete this information about Marcella with short form of the verb to be ممكن أنه نوقف الفيديو وقبل ما نسمع الريكورد نحاول أنه نحله I that's Brazilian and I from So Paolo شنو نخلي هنا بالفراغة نحلها وبعدين نشغل الفيديو ونستمع للريكورد حتى نشوف إذا كانت أجوبتنا صحيحة أو لا خليني نسمع الريكورد مع بعض Unit 1 Introductions Track 10 My name's Maristella I'm Brazilian and I'm from Sao Paolo I'm a research analyst for an investment bank in New York I'm married with two children a boy and a girl They're at high school in Scarsdale My husband's American and he's a doctor My sister's in New York too She's a student at Columbia University We're all interested in sports and movies My son's a good tennis player إذن كل اللي بالفراغ نخليه هو الverbs to be أما is أو are أو am وأحيانا مع الشورت فورم يعني am أو I am حسب شنو اللي هي تشعند تقوله فممكن نعيد الفيديو أكثر من مرة لحتى نتأكد من أجوبتنا والآن رح أعرض لكم الأجوبة الصحيحة ممكن نسوي لها checking مع أجوبتكم هذه أتمنى أن تكون معظمها صحيحة من أجوبتنا من أجوبتنا من أجوبتنا من أجوبتنا أجوبتنا من أجوبتنا من أجوبتنا من أجوبتنا أجوبتنا من أجوبتنا من أجوبتنا من أجوبتنا من أجوبتنا لاحظوا من خلل من خلل short form ما قلنا yes I am yes I am that's a picture of my wife is your wife a manager no she's a lawyer is she italian no she's mexican now we're moving to the second part of language focus الجزء الثاني من language focus أو الجزء القواعد الثاني أ أو أن بالإضافة إلى الwh questions وهي الكلمات اللي تبدأ بحرف الwh لذلك نسميها wh questions هي الكلمات اللي مسؤولة عن سياعة السؤال أول جزء بالآ والآن نضع حرف الآ مع الكلمات اللي تبدأ بأصوات أو أحرف صحيحة أصوات صحيحة مثل جميعها أصوات صحيحة like a receptionist we use أن before words أو before names before sorry nouns قبل الأسماء beginning with a vowel sound بأصوات الفاؤ like أ ا ا ا ا هذه الأصوات like an architecture we don't say a architecture we say an architecture we don't use a or an with the plural nouns من استخدمها مع الأسماء الجمع they are architectures وليس they are un-architectures أول آن فقط مع الأسماء المفردة أما we use question words كلمات اللي تساعد على سياعة السؤال like what who where when all of these to ask for information للبحث عن معلومات نحن لا نمتلكها what's your job ما هي وظيفتك so what's تسأل عن الأشياء المبهمة بصورة عامة I'm a lawyer وليس I'm a lawyer I am a lawyer a lawyer what's your wife's job ما هي وظيفة زوجتك she's an engineer an engineer where is your office where معناها تسأل عن المكان where is your office أين يقع مكتبك it's in New York إنه في New York who is your boss who تسأل عن الأشخاص من هو مديرك where are you from من أين أنت where تسأل عن المكان I'm Russian where is he from he's Spanish okay so we have what ask about general thing عن معنومات عامة where عن المكان who عن الأشخاص when تسأل عن الزمان let's take more examples a city a European نلاحظ هنا أنا حتى لو الكلمة بلشت بحرف E لكن إحنا ما لفظنا لفظنا European okay which is a consonant a picture a problem a university you an address an answer an hour نانا حتى لو بلشت بحرف H اللي هو مفروض يكون صحيح لكن ما لفظنا لفظنا an hour an interest an office الأول and with jobs we use an and with jobs like he is a designer she is an architecture again we're not using them with a plural nouns what's your job what are their names تسأل عن معنومات بصورة عامة who's your boss who are they من هم where is my case where are the files write the correct article a or an for each job هنا أنا ممكن توقف الفيديو وتحاول تتوقع جدام كل وظيفة شنو لازم نخلي a أو an وبعدين تشغل الفيديو لحتى تشوف الإجابة الصحيحة الآن رح أبلش أنطي الأجوبة an accountant a sales assistant an artist an engineer a lawyer an office worker a director a trainee a pilot a technician an executive a cashier a receptionist a personal assistant الآن هذه هي الأجوبة الصحيحة لإستخدام الآن والأ okay this is very interesting exercise now listen to three people talking about their jobs and complete this chart الآن لدينا هذا الجدول سنستمع إلى ثلاثة ريكوردات each record كل ريكورد يتحدث عن شخص معين لدينا Pierre Gustavo and Sylvia لازم أنه نلقي الإجابات على هذه الأسئلة السؤال الأول what is her or his or her job وظيفتهم شنو طبعا نحن نسمع ريكورد يحتي عن معنومات عنا ومن هذا ريكورد نطلع بعض من هذه الأجوبة لهذه الأسئلة إذن أول واحد لازم نلقي الوظيفة الثاني من أين هما من أي دولة الثالث مكان الأوفيس اللي يشتغلون به والرابع بالنسبة يعني يقصدون الزوج أو الزوجة شغل الزوج أو الزوجة what does his or her partner do partner ليس في العمل ولكن في الحياة الشريك شريك الحياة what do they do Pierre يعني بالنسبة لزوج تا غوستافو أيضا وسيلفيا بالنسبة لزوج ها فرح نسمع أول وحاولوا معي تسجلون المعلومات Unit 1 Introductions Track 11 Extract 1 Hi I'm Pierre I'm from Switzerland I work for Foster Wheeler an international engineering company I'm an engineer The company's head office is in Geneva but I work in the Singapore office My wife's from Singapore and she's an IT consultant طيب أول ريكورد ويانا خلص ممكن تعيدون الفيديو لحت تسمعون مرة ثانية إذا مو كان واضح طبعا بالمناسبة جدا طبيعي أنه تعيدون ريكورد أكثر من مرة لأنه ها تعتبر أول محاضرة رح تشوفون ممكن بالبداية تعيدون ريكورد يعني تعيدون الفيديو لحت تسمعون ريكورد مرتين أو ثلاثة ممكن أكثر لحت تأخذون المعلومات المهمة هذا شيء جدا طبيعي خاصة إذا أنت كانت تارك ممارسة اللغة الإنجليزية لفترة طويلة لكن بكل أسبوع محاضرة بعد محاضرة عشوف أنك مرح تحتاج أنه تعيد الريكورد والليسنين سكل مالتك رح تتقوى فهذا شيء جدا طبيعي إذا بالبداية تشوف نفسك أنت تعيد الفيديو أكثر من مرة لحتى تحل هذا التمرين هسا رح نسمع للريكورد الثاني اللي هو كوستافو يحتي عن نفسه يو يورك إنه ممتاز 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 من نيويورك هي جرناليست للمشاهدة نيويورك تامع هسا رح نسمع سيليفيا اجين إذا تشانل ريكورد ما لاتكوستافو مواضح ممكن تعيدون الفيديو قليلا إلى الوراء وتستمعون الريكورد مرة أخرى خلينا سمع سيليفيا شون المعلومات اللي عدها I'm Silvia and I'm an architect I have my own company it's small just six people the office is in Rome but I'm not from Rome I'm from Sicily my family lives in Palermo Franco that's my husband he's a house husband at the moment he looks after our three children again if you need you can listen to the record more than one time حسا رح أعرض الأجوبة الصحيحة ل هذا التمرين so Pierre he's an engineer and the partner his partner is IT consultant Gustavo he's from Argentina and his office is in New York Silvia she's in architecture and she's from Sicily أوكي هنانا رح نتعلم مثل ما قلت لكم ببداية المحاضرة how to introduce yourself and you introduce others إذا أنت كنت بصحبة شخص والتقيت شخص الثالث فكيف رح تعرف نفسك لهذا الشخص وتعرف زميلك اللي معك أيضا لهذا الشخص الغريب خاصة في اجتماعات العمل أو conferences المؤتمرات يعني في داخل بيئة العمل هذا الشي يصير الآن عندي جملتين هنا جم ديفس works in the advertising department paula will be number two paula will be an intern in the company of three weeks هاي عندي جملتين رح نسمع الريكورد according to this record that we're going to listen to اتمنى ان تركزون زي وتحاولون تعرفون اذا كانت الجملة الاولى صح ام لا كل كذلك بالنسبة للجملة الثانية واذا كان اكو شي غلط شنو هو الجواب الصحيح بالنسبة للمصطلح ممكن الكلمة الجديدة هنا هو الانترن يعني شخص جاي متدرب في هذا المكان خاصا بالنسبة للاشخاص اللي حديثين التخرج او بعدهم ما تخرجوا فيروحون يشتغلون بالشركات كمتدربين يكونون تحد قيادة شخص معين في الشركة لا ياخدون مننا المعلومات الكافية ويكون اما volunteer يكون عمل تطوعي او يكون باجور زهيدة جدا خلينا اسمع الريكورد وعلى اساس نقرر اذا هذه الجملتين صحيحة او لا يكون حسنا جيم رحبك اشتغل حسنا باولا شكرا اشتغل اشتغل باولا اشتغل باولا اشتغل 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 نانا نعرف نسأل شخص اخر اذا يحب يشرب شي ويانا نتعزم انت على مشروب معين فشلو الطريقة صحيحة لها الطلب ممكن ايضا تعد الفيديو حتى تسمع الركور نا number one جيم دابس works in the advertising department جيم دابس works in sales department not advertising paula will be an intern in the company for three weeks paula will be an intern in the company for almost three months not three weeks حاليا عدنا ال conversation الثانية رح نسمع ايضا الريكور ولدينا معلومة Lucy Collins works in finance Jonathan Ross is Jenny Bracho 's assistant هذه المعلومة رح نقارنهم مع الريكور اللي رح نسمع اذا كانت صحيحة او لا ترجمة 15 conversation 2 good morning my name's Lucy Collins i'm a finance director i work for a supermarket group hello i'm Jenny Bradshaw i'm a director of public relations i work for a big media company how do you do nice to meet you let me introduce you to my colleague Jonathan Ross he's my assistant pleased to meet you Jenny where are you from Jenny i'm from new york i'm here to attend a conference how about you two we're from manchester we're here to visit head office both both of them are true ننتقل إلى المحادثة الثالثة أيضا لدينا معلومات اثنتين أمامنا خليني نسمع الريكورد ونشوف إذا هذه المعلومات صحيحة أو لا شكرا لدينا معلومات صحيحة لدينا معلومات صحيحة من شركتين مختلفة فهو رح يذكر من أي ديبارتمنت وأيضا من أي شركة فمما أنه ما ذكروا أي اسم شركة فقط ذكروا اسماء الديبارتمنت اللي هما يشتغلون بيها إذن هما they work in the same company Jeff's boss is Richard Mason yes that's true he said that his boss is Richard Mason and he really doesn't like him that much again ممكن تعيد الريكورد مرة أخرى لحتى تتأكد من المعلومات الآن ننتقل إلى الwriting part قسم الكتابة رح نتعرف على أجزاء الإيميل وكيف نكتب إيميل وهناك أكثر من نوع لكتابة الإيميل إيميل can have formal business style ممكن يكون على الشكل الرسمي للbusiness style or a very informal style أو الinformal style اللي هو ما بين زملاء العمل ما بين الأشخاص داخل الشركة أو الformal اللي هو جدا جدا رسمي الآن هذا الإيميل اللي نقدم نشوفه قدامنا نبين أنه هو رسمي أول شي from الإيميل من عد منو إلى هذا الشخص مع الإيميل الكامل والsubject عنوان الإيميل الإيميل يكون رسمي من شنو This is formal email and similar to a standard business letter أول شي يشابه style الرسائل كتابة الرسالة الرسمية لكن عادة يكون أقصر The email should begin with dear دعما الإيميل الرسمي بدان يبلش with dear mister والlast name طبعا ما نخلي first name نخلي last name Dear mister Dear miss وإذا ما نعرف الشخص اللي رح يستقبله فنقول dear receiver or dear all إذا إحنا داني بعثة لأكثر من شخص إذا من كلمة dear هو يبين أنه هو رسمي هاي أول شغل الموضوع الثاني يجب أنه يكون في آخرة best wishes or best regards بعدين الاسم من المرسل أكتب اسمي في حال شخص المقابل هو ما يعرفني آني منه لأنه عادة الإيميلات ما تبين اسم الشخص هي مجموعة أحرف ما رح تكون واضحة جدا البادي مالتا المكونات الإيميل طبعا هاي تختلف لكن حاول نبينها إنه تكون رسمية شكثير ما نقدر نستخدم المصطلحات الرسمية وما نستخدم الكلمات الدارجة ولا كأنه أنا دا أحتيو يا صديقي لا ننتقي المفردات خاصة إذا أنت دا ترسل شركة أخرى دا ترسل شخص آخر أنت ما تعرفه سواء دا تقدم على عمل دا تدعي هذا الشخص لكن أنت ما تعرفه المعرفة الشخصية فهذا يكون style الإيميل أما النوع الثاني من الإيميل هو يكون الغير رسمي This is informal email for people you know لأشخاص أنت تعرفهم very well inside or outside the company أما شخص أنت أنت تشتغلون مع بعض داخل القسم أو داخل الشركة أو ممكن أنت تعرفه حتى وإن كان يشتغل بشركة ثانية لكن هناك معرفة على الصعيد الشخصي اللي ممكن تسمح لك حدود العلاقة تسمح لك أنت تدز إيميل غير رسمي يبلش بhello والاسم المباشرة طبعا محتويات الإيميل طبعا تختلف وملازم يكون كل الكلمات رسمية ويعني نكون نختارها بعناية أيضا ممكن نستخدم بعض الشورت فورمس مثلا TX أو TNX means thanks Are you okay؟ طبعا ها تستخدم بي الحياة العملية Are you okay؟ FYI أحيانا تكون ببداية الإيميل FYI For your information لمعلوماتك يقتضل يعني أنه تكون متنبه للمعلومات القادمة BTW by the way ASAP AS SOON AS POSSIBLE تقريبا آخر ثلاثة تعتبر الاكثر استخداما في الإيميلات AS SOON AS POSSIBLE فنلاحظ هنا الإيميل ينبلش بHello Sally ومكونات الإيميل and then see you Emily see you or regards Emily is the person who sent it لازم في نهاية الإيميل نكتب اسمنا لأنه مستحيل الأشخاص أنا كشخص أنه أحفظ إيميلات أصحابي أو الأشخاص اللي أعرفهم وعالتا مثلا هنا هذا الإيميل حرف E-L-E-E فمستحيل أقدر أعرف منه المرسل لذلك نخلي اسمنا بالأخير حتى يعرف من منه هذا الإيميل هس اللي راح نسوي practice لكتابة الإيميل والcase study اللي حجيت عنها A job fair in Singapore هناك معرض للوظائف في سنغافور A field company شركة أفلام is looking for a sales assistant الوظيفة اللي دا نحاول نمليها عدنا position vacancy وظيفة شاغرة هي كsales assistant Now you تخيل نفسك أنت وكاليغ وزميلك في العمل Work for the thread light film company أنتم كلاكما تعملان لهذه الشركة A television production company شركة إنتاج تلفزيوني You're both at a job fair in Singapore كلاكما في معرض الوظائف في سنغافور You want to find an assistant تحاول البحث وإيجاد assistant for your sales manager لمدير المبيعات في سنغافور On a website في موقع معين You read information about three young people تبدأ تقرأ معلومات عن ثلاث أشخاص شباب at the fair في هذا المعرض الوظائف Looking for a job in sales دوني ثلاث أشخاص يبحثون عن وظائف في مجال السيلز المبيعات Read about them Then do the task below رح نقرأ معلومات عن هذه ثلاث أشخاص بعدين رح نرسل email للسيلز مانجر أي شخص من عندهم أثار انتباهنا وممكن نقول أنه هذا عننا good candidate لهذا البوزيشن المرشح الأفضل لهذا الفيكنسي طيب عندي هنا ثلاث أشخاص جيني وانج أيج العمر 20 شي بورن ان تايوان الإدجوكيشن التعليم هاي سكول سيرتيفيكيت عدها فقط شهادة التانوية Work experience الخبرة العملية شنو بأي مجال هو sales assistant in bookshop كانت مساعدة لمسؤولة عن المبيعات في bookshop Languages fluent Chinese طيب الـ Chinese بطلاقة basic knowledge of English لكن معلومات بسيطة عن اللغة الإنجليزية personality and appearance الشخصية والمظهر she's elegant أنيقة و friendly محبوبة و يعني تكون صداقات بصورة سهلة لكن friendly هنانا معناها محبوبة أو لطيفة الاهتمامات الموسيقى والسينما هذا الفايل الأول المرشح الأول أما الشخص الثاني سيندي تان age 21 born in Hong Kong ولادتها في Hong Kong education التعليم مالتها هو university graduated طيب متخرجة هي من الجامعة اختصاص geography اختصاص good standard of english نستطيع نقول أنه الإنجليزيتها جيدة personality and appearance الشخصية والمظهر well dressed أنيقة أيضا confidence واثقة من نفسها interest الاهتمامات conversation المحادثة والأشخاص طيب الشخص الثالث هو David Chong العمر 24 born in Singapore education university graduate خريج جامعة computing في اختصاصات الكمبيوتر الحواسيب work experience website designer مصمم web language fluent chinese and english طيب طمام الآن هنا جميل أنه هو اللغة الإنجليزية والصينية ممتازة جدا personality personality and appearance serious and hard working الاهتمامات computer games and karate إلى حد الآن لدينا ثلاث أشخاص باهتمامات مختلفة وخلفيات عملية work experiences مختلفة نحاول أنه نختار واحد من عندهم نقول أنه يا مديري أنا لقيت شخص ممكن يكون في هذا position ك sales طيب أنا باختياري الشخصي اختارت هذا الشخص david chong اللي شفت أنه هو بالقليل عنده خبرة بالعمل كلاهما خبرتهم قليلة وحتى أنه هنا بالسيلز مو هل كثير طبعا أنا ما راح أكون HR أشتغل HR لكن ممكن باوى على أكثر شي fluent بالشينيز والإنجليش بما أنه الشركة بمجال producing films فهي راح تتعامل و أشخاص من مختلف الجنسيات في اللغة الإنجليزية حاليا مهمة جدا إضافة لخبرة العمل مهمة طيب راح نتعلم شون نكتب email write an email to your boss حاليا أول شغلة أنه إحنا يريد أننا نكتب email الكلو الثاني هو to your boss شخص معك بالcompany فأنت ما لازم تكون ب dear mister لا ما راح نكون بهال رسمية الجدية جدا لأنه إحنا دعنا نتعامل مع شخص ويا نا بالشركة هذا email يعني عن شون لازم يكون about the person you talked to at the conference إحنا رايحين لهذا المعرض ما للوظائف طبعا عندي ثلاث أشخاص فأنا الشخص اللي عجبني راح أتكلم كلمت معه وأخذت منه معلومات طيب أنا الشخص اللي عجبني هو راح أكتب email لمديري بمعلومات عنه أنه هذا مرشح ممتاز لحتى يشغل هذه الوظيفة شخص مثير للاهتمام at a conference في هذا المؤتمر في سنغافورة Here is some information لك بعض المعلومات about him David Chong is 24 years old from Singapore He is university graduated واخرج جامعة He is website designer هو مصمم web He is fluent in Chinese and English languages He is serious and hard working David is interested in what in computer games دع أذكر المعلومات اللي آني شفتها عنا I think he is a strong candidate هو مرشح قوي الكلمة الجديدة اللي علينا هي candidate مرشح قوي for sales assistant position If you like his qualifications let me know as soon as possible ASAP As soon as possible حتى أقدر أنا أتواصل ويا وممكن نحتي ويا على تفاصيل العمل See you دع أنا هذه الصيغة لكتابة الإيميل إذا لاحظتم أنا عدت استخدام he is he is he is لأنه ردت يكون practice أكثر لإستخدام verbs to be بلشنا ب hi bob or hello bob مديري واستخدمنا as soon as possible وهنا كان كتابة الإيميل informal الغير رسمية اللي ليست بتلك الجدية لأنه أنا دا أتكلم مع شخص معي داخل حدود العمل الآن خلونا نسوي extra practice لبعض الأمور اللي غطيناها في المحاضرة تمارين إضافية لحتى نأكد على بعض المعلومات اللي درسناها أول تمارين معنا هو rewrite the sentences with the correct form أعد كتابة الجمل ب الشكل الصحيح لماذا لverb to be verb to be يعني is or am in the correct places ووضع في المكان الصحيح إذا نلاحظ الجملة الأولى His English very good هنا نشوف أنه أكفت شي نقص حتى لما نلفظ الجملة ونقول ها أكفت شي نقص His English is very good number two where they from where they from أكفت شي نقص في هذا السؤال where are they from طبعا بعض يعني ما ننصيغ السؤال الجملة هي تكون they are from Egypt مثلا لكن عند صياغة الجملة are تكون قبل they و طبعا أكيد في بداية السؤال يكون where when why واحدة من أدوات السؤال هنا نخلينا R لأنه أفوا أدنى they they تأخذ R number three what her name what her name داما verb تبيت تكون بعد أداة السؤال هنا مباشرة لكن هل نضع is هل نضع are أم نضع am her name اسمها اسمها اسم لشخص واحد واسم واحد إذن نضع is فالسؤال سيكون what is her name What is her name? Number four My office in Paris But I not French My office is in Paris But I am not French إذن إذن نخلي إثنين verbs واحد إذن لأنه My office إذن نحاول إليه ضامير حيكون it فOffice واحد وهنا لدينا l-I لازم تكون بعدها am Number five Mrs. Lopez A lawyer طبعا نبين الجملة انه ناقصة Mrs. Lopez is a lawyer إذن إحنا لاحب مرا نخلي are مرا نخلي is مرا نخلي am و I'm not حسب اللي قبلها حسب الفاعل I خلي am my office office واحد نخلي is نانا عدنا they خلي are بذلك الحالة بالنسبة لرق number six Alex and Rob from Italy عدنا Alex and Rob ولي هي they two people are from Italy Alex and Rob are from Italy now exercise number two write the words in the correct order to make a question طيب نانا عدنا كلمات مخربطة لازم احنا نخليهم بالcorrect order بالترتيب الصحيح لنسأل سؤال حتى نكون سؤال you need one word from the boxes for each question نحتاج واحدة من هذه الكلمات أما are أو are أو is يعني رح نسأل ما رح نسأل بwhat when why who رح نسأل بام is are مثل هنا your ingrid name is your name ingrid إذن رح نستخدم واحدة من verbs لحتى نكون السؤال ويأكيد رح نخليها في بداية السؤال number two I have Spain Isabelle and Louis from and the question mark sometimes they don't put the question mark أحيانا ما يخلون question mark لكن من صيغة السؤال إنه I want you to make a question إذن أنت لازم تخلي question mark حتى وإن ما كانت مذكورة وإذا كانت to make sentences we put full stop نضع نقطة في الأخير التنقيد مهم جدا so number two how it's going to be are Isabelle and Louis firstly I have two people here which is they I put are because I have two people and then from Spain are Isabelle and Louis from Spain number three a you programmer and the question mark of course طيب إحنا إحنا يعني عدنا مصادر قليلة لصياغة السؤال ممكن تكون محيرة بعض الشي أول شي نترجح ونبحث عن الفاعل أو ما ينوب عنه وهو الضمير هنا لدينا الاسمة فنبين هي الفاعل هنا عدنا الضمير فبما عدنا U إذن إحنا رح ناخد R اللي حتى نصير السؤال فنقول R U إذن إحنا تخلصنا من U بقى عدنا programmer و A لا يجوز القول Are you programmer A لازم نقول Are you A programmer هل أنت مبرمج رح أكون بورفا 16 باتر لا هذا هو الترتيب الصحيح للأسئلة طبعا ممكن توقفون الفيديو قبل ما أشرح الإجابات وبتحاولون تحلوها وبعدين تقارنون أجوبتكم مع الأجوبة النموذجية المطروحة أمامكم طيب الآن إحنا عندنا صيغة السؤال موجودة لكن لازم نجاوب عليه الجواب رح يكون أما ب yes أو no دائما كل ما أسأل ب is are الجواب يكون yes أو no لأنه قال لي ليش دا أسأل بهم عندي عندي معلومة بس ما متأكدة من لأنها فأنا رأيت منك أنت تأكد لي هل المعلومة صحيحة أو لا مثلا is acos from turkey آني سماعت أنه يحدش نوع عن ما لغة ثانية بس ما متأكد إذا is طبعا أنا شو نعرف إذا رح أكتب no أو yes من تكملة الجواب he's from هنغاري إذن ما قال لي هو من تركيا هو نفا للموضوع وعدل المعلومة وقال لا ترى هو من هنغاريا إذن أكيد رح يكون هنا نه خلن نشوف number two شو رح أنحل لها are you in production two ماريا طيب قبل ما أجاوب yes أو no خلي نكمل قراءة الجواب I'm the assistant production manager إذن هي أيضا بال production لتأكد هذا الشيء إذن أكيد هي هنا قالت yes I am فنخلي الyes نخلي بعدها الكاما الفارزة وكل are you تتحول إلى I am أنا يعني شخص يوجه لي السؤال فيقول أن وأنا أجاوب بأنا وليس أجاوب بأنت فأيضا بالعربي نسأل أنت والجواب تكون بأنا كذلك الحال بالإنجليش are you والجواب يكون I am هل راح أكون في هذه الغرفة قبل ما نجاوب بyes أو no يعني خلي نقرأ الجواب you are in room 112 إذن نطارق غرفة مختلف أكيد هو نفعل المعلومة قال no you're not أو no you are not طبعا ممكن نختصرها ونخلي كما بدأ لل oh ونلزق ال-ar وال-not مع بعض أو نكتبهم مثل ما أنا كاتبتهم أهم شي التنقيد no تكون بعدها الكومة بعدها نكتب you are أو you are not ونخلي نقطة تكملت الجواب هو جملة من فصلة تماما number four am I late for the meeting أنا متأخر على الميتن لو لا طبعا but دائما تنضي جملة الأولى تكون عكس الجملة الثانية but just by five minutes يعني بخمس دقائق بس إذن أنت أكيد متأخر إنت لو ما كنت متأخر أنا رح أقول don't worry مباشرة رح أقول don't worry بس by five minutes أكو خمس دقائق بالموضوع فأكيد أنت كنت متأخر yes you are full stop yes you are but just five minutes so don't worry خلاص بس خمس دقائق ف it's not a big deal number five is Linda English too هل ليندا هي انجليزية أيضا ظاهر الشخص اللي موجه له السؤال انجليز ف to بسبب كلمة أيضا يعني أنت من بريطانيا فهل هي انجليزية أيضا she's from استريليا إذا نطعت معلومة مختلفة تماما so أكيد كانت نفي no she's not she's from استريليا إذن لما نكون عدنا هي تمرين إذا ما بي تكملة للجملة هنان ها ما كو he's from هنجريا ما كو ها فإحنا نخلي منعد بكيف نخلي yes أو no ما كو مشكلة لكن من أكو تكملة الجواب بجملة لازم نقرأ هاي المعلومة فهن شوف هل المعلومة هاي اللي موجودة هنان مطابقة لمعلومة السؤال اللي هو دا يتأكد من المضبوط فخلينا yes أما هنان هي the channel دا تسأل كان كابنت أو شاب ما عارف متحدث 243 لكن هنان لنا تاني معلومة أخرى مغايرة لرقم الغرفة رقم غرفة أخرى إذن أكيد هو دا ينفيلي إياها لا إنه مو بهذا الغرفة أنت بغرفة أخرى ok put apostrophes طبعا هاي نسميها apostrophe where is necessary أين ما يكون هناك ضرورة دايب رح نشوف شنو هاي الضرورات اللي نستخدم بها apostrophes حاليا اللي نستخدم هي فقط مع is وال not خلي نشوف شون her name is Paula طبعا هي كانت her name is Paula ok لكن اختصرناها شن الآي ما لل is وخلي نبدالها apostrophe akim from japan طبعا هاي الجملة بدون apostrophe احنا لازم نخلي الapostrophe وين نخلي ها هنا يعني هو شخص اسم akim هاذ الاس مالة is akim is from japan فakim is شن الآي خلي نبدالها apostrophe لازم ما نخلي اي space هتصر كلمة واحدة number three her companies in osaka طيب هاي الاس هي company is بالاصل لكن احنا اختصرناها شن الآي وخلي نا apostrophe what's your job what is your job هي بالاصل لكن احنا ايضا شن الآي اهنان نفس شي number five it's very modern but it's not very large طبعا هي جدا حديثة لكنها ليست بالضح ممكن داي يتحدث عن سيارة او عن بناية it is هاي اول apostrophe هي it is لكن لكلام السريع وللف fluency نقول it's very modern but it's not very large نانا هي كانت is not لكن احنا لسرعة الكلام نقول isn't اذن هاي كانت الاصل احنا شلنا ال o لزقناهم مع بعض صارت كلمة وحدة وخلينا apostrophe بدال ال o طبعا ال apostrophe ليش نخليها لحتى نقول ترى يعني اكو هنا حرف ناقص بس احنا شلنا لسرعة الكنام are you on your colleague from Poland no we're not we're from Ukraine هنا هاي عندنا two apostrophes aren't اوكي هنا ونانا بالاصل هي we are ونانا شلنا ال o خلينا apostrophe ونانا شلنا ال a خلينا apostrophe طيب رح ناخذ نوت اخرى على rules of capitalization شوكت اني بداية الكلمة عندي لازم تكون capitalized لازم تبدي بحرف capital عدنا عشر قواعد اساسية لل capitalization رح اشرح لكم اياها واحدة ويا examples اول شي واهم شي هي names of people اسماء الاشخاص john lily adam mr doctor sir اين ما تكون بالجملة لازم تكون capitalized prince william queen elizabeth حتى اللقب مالتهم مالت دول الاشخاص president فلان اوكي during the civil war اذا لاحظ civil war ايضا سونا capitalized ورح نشوف بعدين ليش president lincoln هنا عندنا president مع اسم اثنين هم سونا capital لانه ها صار جزء من اسمه was the president of the united states هنا الpresident صار عندي اسم لانه ما مرتبط باسم شخص لكن اسم الدولة united states طبعا اكيد هاي رح ناخذ ها united states with civil war next باس احنا حاليا نركز على names of people number two names of mountains mountain range hills volcanoes كل هاي الشغلات لازم تكون capital اي اسم جبل اي اسم تلة اي اسم بركان مثلا معين طبعا اكيد البراكين تسمى ما تنفجر او اكو بعضها خاملة اكو بعض البراكين اللي مشهورة do you know that mountain طيب انا ده اسأل عن داك الماونتن ماكو داعي انطيق capital لانو انا ما اعرف it is coric mountain coric mountain اهنا هو اسم الجبل فاثنين هم يكونون capitalized number three names of bodies of water اسم المسطحات المائية سواء كانت انهار rivers lakes بحيرات oceans محيطات seas بحار streams جداول كل هذي لازم تكون capitalized like mississippi river lake airy indian ocean arabian gulf mediterranean sea البحر المتوسط let's have a picnic to a lake like dockan lake طيب اهنان الليك ما سويت لها capitalized لانو انا دعت عنها خلنا نروح لأي بحيرة لكن لما حددت اي بحيرة لازم تكون اسمها وكلمة lake مع بعض capitalized number four names of buildings monuments bridges tunnels طيب اسماء البنايات المعروفة اسماء التماثيل والنصب التذكارية اسماء الابراج اسماء القنوات كلها القلال كلها تكون capitalized like Eiffel Tower State of Liberty شيخ زايد bridge okay all of these should be capitalized for example i took a picture next to the leaning tower of pizza انا اخذت صورة بالقرب او جنب البرج pizza المائل number five street names اسماء الشوارع اي اسم شارع طبعا هنا انا جبت امثلة متعددة لكن كل دولة لها طريقتها بتسمية الشوارع بعضهم ينطوها ارقام بعضهم ينطوها اسماء مع ذلك لازم كلها تكون capitalized i open a cafe next to capital boulevard هذا اسم الشارع لازم يكون both of them capitalized number six schools colleges and universities اسماء المدارس اسماء الراوضات الحضانات اسماء الجامعات والكليات كلها لازم تكون capitalized harvard harvard university wilkesboro elementary school cape fair community college جميع تكون بال capital letter she got a scholarship from durham university ok اذا انا حددت اي جامعة لازم تكون capitalized اذا قلت she got a scholarship from the university اذا ماكو داعي اسويلها capitalized لكن دائما لما تكون اعطي اسم هذه الجامعة او المدرسة او الحضانة الروضة وغيرها لازم تكون تبدأ بال capital letter طبعا هذا عدا على انه مثل ما تلاحظ بداية الجمل دائما تكون بال capital letter number seven political divisions التقسيمات السياسية سواء كانت continents قارات مناطق regions countries states جميعها cities towns مدن قرى كل هذه التقسيمات الادارية والسياسية تكون في capital letter طبعا هنا نطيتكم امثلة مثلا اي اسم country بلجم لبنان ايجبت اي اسم دولة يكون في لازم يكتب بال capital letter وهنا ما اقصد فقط في بداية الجملة لكن وين ما القى الجملة لازم يكون capital لندن كcity او اي سيتي اي continent south american asia europe ذني اسماء القارات تكون بال capital letter number eight titles of books عنوين الكتب movies الافلام magazines المجلات newspapers الجرائد articles المقالات songs الاغاني plays المسرحيات and works of work اي عمل فني لازم تكون اذا ما اعطت اسم الى لازم يكون capital letter اينما يوجد في الجملة مثلا نعطي هنان امثلة على الكتب مثل harry potter magazine people magazine work of art مثلا لوحة girl with a pearl earring مسرحية مثل hamlet اغنية مثل اغنية michael jackson blood on that floor كلها لازم اذا لاحظ تكون كلها بال capital now on the نعنا ذن ما يتسوون capital لكن بقية الكلمات تكون capital مثل harry potter and the philosopher's stone and and the on in حروف الجروة ذا والآ ذن ما تكون ما ينطاها capital letter number nine the first letter in a sentence بداية اول حرف في بداية الجملة طيب هنا أنا نطيد مثلا خلينا شوف اول مثال the waiter خلاص انا بلشت الجملة بكلمة the t لازم يكون capital the waiter said هنا انا شنو عندي اقتباس اذا تلاحظ هاي ال quotation marks هي علامات الاقتباس هو النادل قال فتش هاي جملة النادل اذا هي جملة منفصلة عن the لها الاقتباس اذا هاي بداية جملة الwaiter وهذه بداية جملتي اذا هنا الحرف لازم يكون capital وهنا الحرف يكون capital اذا اللاحظ هي جملة بداخل جملة لكن اذا قلت the waiter told us that his manager would be here shortly but he never came اذا اذا انا انا مدى اخذ اقتباس لجملت انا اذا اقول بالضبط هو شنو اللي قال اذا اللي حدد اللي شنو هي اللي حددت لانه هذي جملة انا ما سويت ها لانه هي مو جملة لكن انا اقول ها بنفس طريقت be here shortly انا استخدم نفس المصطلح اللي هو قال لكن ها ما تعتبر جملة في داخل جملة اخرى لكن ها نعم هذه جملة كاملة متكاملة متكونا من الsubject والverb وتكملة الجملة لذلك خليناها بالكابتال طبعا لو ما كان الكوتation مارك مثل الحالة الثانية احنا انشان ما خليناها بكابتال لتر طيب number ten the pronoun I الضمير I اين ما يوجد في الجملة بدايتها وسطها نهايتها لازم يكون كابتال it's only necessary to capitalize other pronouns when they begin a sentence now بالنسبة للضمائر الاخرى he she it we you they ما يحتاج انو احنا ننطيها كابتال إلا إذا كانت الجملة تبدأ بيهم خلي شوف المثال she wanted to order salad but I wanted some pizza now هنان ال I قلنا وان ما تكون بالجملة لازم تكون بس إذا تلاحظ شي نطيناها كابتال ليش لأنه بدت الجملة بيها طيب إحنا أحيانا نتلخبط شوية شلون نتذكر إذا أنا لازم أخليها كابتال لايز أو لا ف أكو أشخاص يحبون إنه ينطون hints ينطون تلميحات لكل شي هما يتعلموا جديد فممكن هاي تساعد بعض الأشخاص وممكن لا حسب أنت وطريقة فهمك للمعلومات How can you possibly remember all these rules ممكن تذكر كل هاي القواعد Well first of all you should ask yourself three questions تسأل نفسك ثلاث أسئلة Is this the first letter in a sentence هل هو أول حرف في الجملة If the answer is yes capitalized إذن سوي capital سؤال الثاني تسأل نفسك Is this the pronoun I هل هذا ضمير I If yes capitalize سؤال ثالث Am I using a name that someone gave to this thing or that person أنا تستخدم اسم لشيء ما أو يعني أعطي لشيء آخر أو لشخص اسم اسم برج اسم شارع اسم مدينة اسم قار اسم دولة اسم جبل اسم نهر اسم بناية اسم حضانة هي أشخاص سموا هذه الأمور إذا كانت هي اسم يطلق على شيء أو شخص إذن أعطيها capital letter now هنا نخل القواعد العشرة بجملة إذا تحب تحفظها حسب رغبتك for bob barker the prize is something wrong for bob barker the prize is something is something wrong mom says طبعا هاي الجملة يمكن تتشوف شيردون هنا بس الغرض من عدة أنت مو تفهم شنو معنى الغرض من عدة أنت تحفظها وبداية حرف أول يعني أول حرف من كل كلمة إذا تتلاعظ مثل ما مسويت آني بالأحمر يدل على شيء مثل مثلا الحروف الشمسية والقمرية كانوا يعطونا إياها كلمة أبجد هوس ما نذكر شون التكملة هي إذا كانت بعد الحرف الألف والب والج والد إذن هاي هي أحرف قمرية ونفرقها عن الشمسية أنا نفس الشي هي مجرد تلميح إذا تحب تحفظها فعدنا كلمة أول حرف بها فالأف أول حرف بالجملة Bob بي بلدن أي بلدن باركر أيضا يبلش ببي هو بوردر حدود ريجن states countries ذ الت هو تايتل تايتل بوكس سونج عرز ارتف ووك play أي تايتل ماجازين price حرف البي مثل people أي اسم شخص إحنا نازم نخلي capital is تبلش بحرف ال-I إذن whenever I see I as a pronoun should be capitalized sometimes ال-S هو ال-schools ال-college ال-university أي شي ممكن أنت تدرس بي wrong تبلش بال-W ال-Water سواء كانت البحيرات الأنهار الخلجان المضائق المحيطات البحار كلها الجداول جميعها لازم يطلق لازم تكون capitalized mom m mountains اسم الجبال والتلال وأي من المرتفعات والسلاسل الجبلية says this s streets جميع اسم الشوارع تكون capitalized فإذا تحب تحفظ هذه الجملة لحتى تراجع كل مرة تريد 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 capitalized أو ممكن تقول أنه أي اسم أطلق على شخص أو على شيء طيب خلي نسوي practice صغيروني للشي اللي درسنا عن capitalization re-write the sentences with capital letters where necessary طيب إحنا رح نعيد كتابة الجملة ونخلي الأحرف capital وين ما نحتاج خلي نشوف أول مثال محلول نيكولا is from كرواتيا طيب حتى لو ما أعرف شنو معنى هاي الكلمة لكن بما أن الجملة تبلش بها لازم خليها capital ممكن أحيانا نلاحظ أسماء غريبة أنا ما أعرف إنه هل هو هذا اسم شخص أو فت كلمة بالإنجلش شنو ما تكون ما دام هي ببداية الجملة لازم تكون capital now عدنا كرواتيا هي اسم دولة أيضا لازم تكون capital خلي نشوف number two mrs kimura is japanese طيب عندي mrs أيضا حتى إذا نسيت إنه mrs و mr doctor sir queen و prince ذني لازم تكون capitalized مع الاسم وأيضا هي بداية الجملة لازم تكون capital kimura هو أرد لازم يكون capital إنه اسم شخص و japanese هي دولة أيضا لازم تكون capitalized number three is nokia Danish هل هي دنماركية هي brand دنمارك هنا الثلاث كلمات اللي عندي رح تكون capital ليش is رح تكون capital لأنه مبلش بيها جملتنا أوسو أنه يبدأ بها إذن لازم يكون capital نوكيا نوكيا اسم يطلق على brand معين إذن لازم يكون capital و Danish هي قومية مثل English Lebanese Arabic European Japanese إذن إسماء القوميات إذن لازم تكون تبلد يعني يكون أول حرف capitalized number four Paul is married with two children طيب Paul هم هو اسم شخص وهم الجملة تبلش في لازم يكون capitalized number five this is George Ellis from marketing طيب هنا الجملة عدنا تبلش ب this إذن لازم حرف T يكون capitalized George Ellis عدنا هو اسم شخص إذن الكلمتين اللي متكون من اسم لازم أول حرف يكون capitalized from marketing هو من قسم marketing marketing production sales أيضا هو اسم يطلق على department معين في الشركة أيضا لازم يكون capitalized Mr Brown 's new boss is from London Ontario إذن هنا Mr إذا كان في بداية الجملة أو وسطها لازم يكون capital و اسم Brown أيضا اسم شخص last name روان مالته ما كو شخص اسم Brown لكن last name مالته فنخلي لcapital عدنا London it's the name of a city أيضا لازم تكون capital Ontario اللي هي اسم المقاطعة أيضا تقسيم إداري في الدولة لازم يكون capital letter ترجمة نانسي